إذن يستعر القتال بين قوات سوريا الديمقراطية قصد والعشائر العربية في دير الزور رغم كونهما ضمن ما يسمى بمجلس دير الزور العسكري المدعوم من التحالف الدولي وفي آخر تطورات القتال المستجد سيطرت قوات قصد على بلدة العزبة في ريف المحافظة قبل أن تستقدم تعزيزات عسكرية من بينها دبابات ورشاشات ثقيلة بحسب المرصد السوري وبالتوازي مع الاشتباكات أطلق وجهاء في دير الزور أطلقوا دعوات للتهدئة وضبط النفس مطالبين شيوخ العشائر بالتدخل لحقن الدماء وكانت الاشتباكات بين الطرفين قد بدأت على خلفية اعتقال قوات قصد قائد مجلس رئيس دير الزور العسكري في مدينة الحسكة من جانب آخر وفي محافظة دير الزور كذلك تواصل الميليشيات الإيرانية منذ يوم الأحد القيام بإجراءات لوجستية في المناطق التي تسيطر عليها في المحافظة فيما أفاد المرصد بتزامن تلك الإجراءات مع استنفار ميليشيا حزب الله اللبنانية في مدينة دير الزور ورفع الميليشيات لجهوزيتها العسكرية إلى مئة بالمئة مشكلة حالة استنفار عام لجميع القطاعات في المحافظات من غير لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات اشتركوا في القناة